أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الأستاذ محمد جمال متحدثا عن قعدتهم النهاردة أنا ما هسميها قعدة ودية مش أنا كابتل حسام هسميها قعدة ودية مع بعض كابتل حسام حسن طبعا هسميها قعدة ودية مع بعض الصحفيين كل شهر هيعمل مثل هذه القعدة أنا بصراحة لست مع هذا الأمر أنا كنت دايما معا إن الكاميرات تبقى موجودة وكل حاجة تبقى موجودة بحيث أننا لو في أي حاجة الكاميرات كلها موجودة والكاميرات كلها صورت الكابتل حسام وهو بيتكلم كابتل إبراهيم وهو بيتكلم يعرضوا رؤيتهم بمنتهى الدقة لكل الناس من خلال كل القنوات وكل الإزاعات وكل حاجة بعيدا عن قصتي دايما بتقول هو ليه كابتل حسام احنا قاعدين من غير كاميرات تفهمتها في رمضان في آخر يوم أو في آخر يومين في رمضان الكابتل حسام عمل قاعدة لمجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين وكنا موجودين فيها تفهمت إن دا قد يكون أول مقابلة وكابتل حسام عايز يعمل كذا فبعيدا عن الكاميرات ولكن توثيقا لمثل هذه الأحداث لازم نبقى شايفين إنه لا كابتل حسام من فضلك بعد كده خلي الكاميرات تبقى موجودة علشان نقدر نشوف الكلمات اللي تقالت إيه لأنه الحقيقة أنا لما شفت الكلمات اللي حضرتك قايلها أو اللي تقال إن حضرتك قايلها على الفيسبوك أو على مواقع التواصل اجتماعي استغربت جد بالعقل كده هو فيه مدرب حيطلع يقول على لعابته اللي بيختار منهم إنه هما ما ينفعش يروحوا المنتخب مصر إزاي ما ممكن تقول إنه عند إنه كرة القدم المصرية فيها تقصير في بعض الأندية إنه يبقى مش كله اللعيبة بتعرف تباصي كتير أو تعمل كتير آه بنشوف الكلام ده الحقيقة والكلام ده حقيقي ما فيوش مشكلة ولكن لا مش كل أندية مصر الحقيقة كرة القدم المصرية هي الأفضل حاليا على مستوى أفريقيا والنادي الأهلي في نهاية دور الأبطال للمرة الخمسة على التوالي وللمرة السبعة في ثماني سنوات فبالتالي تظل دائما كرة القدم المصرية ممثلة إفريقيا عن طريق النادي الأهلي وعالميا عن طريق النادي الأهلي سنادي الزمالكة هو بعد وقت طويل جدا بيصل إلى المباراة النهائية في البطولة الكونفدرالية وبالتالي أنت بتتكلم عن طرفي كرة القدم المصرية أو قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك في المباراة النهائية سواء لدول الأبطال أو للبطولة الكنفدرالية بغض بالنظر عن ضعف البطولة دي أو قوة البطولة دي ولكن في النهاية الأهلي والزمالك في نهاية دول الأبطال وفي نهاية الكنفدرالية وبالتالي انت هنا كابتن عسام بتتكلم عن مستوى جيد جدا لكرة القدم المصرية في ظل الوصول لكل المباراة النهائية في كل البطولات يمكن الدول الأفريقي لم يحالف الندي الأهلي الحظ بسبب ظروف الدخلة الصعبة اللي دخلناها وكانت بداية السنة ولكن في النهاية وصلنا للنهاية دول الأبطال للمرة الخمسة للمرة السبعة في 8 سنوات وبالتالي أعتقد ده إنجاز كبير جدا 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 لم يحدث من 1907 لغاية دلوقتي أن يصل الندي الأهلي بهذا العدد الكبير الحقيقة من في المباراة النهائية ويفوز بعدد كبير أيضا بهذه البطولة ولكن في النهاية أتمنى أن كل هذه الأمور تعدي وننظر لمنتخبنا الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر